السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو إن شاء الله سنتدبر معا آية من القرآن في شهر القرآن ومع تفسير آية المئة والخامسة والتمانون من سورة البقرة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد يقول الله سبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريدا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على معه هداكم ولعلكم تشكرون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أي أن القرآن نزل جملة واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا ثم تواتر نزوله بعد ذلك بحسب مناسبة نزول كل آية هدى للناس هداية للناس يهديهم إلى الحق والطريق الواضح المستقيم وبينات من الهدى والفرقان جعله الله تعالى بينات تكشف عن الحق وتجليه ولا تجعل فيه لبسا فهو في غاية الوضوح وكذلك فهو هداية في التعريف بالمعبود سبحانه وبراهين وحدانيته ومما إلى ذلك مما يحتاج له في هداية الخلق فهو مضمن بهذا القرآن وكذلك الفرقان فهو يفرق بين الحق والباطل ولهذا كان من أسمائه الفرقان الذي يفرق بين الهدى بين الهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والضلال الذي يتقوله أهل جهالة والضلالة فمن شهد منكم الشهر فليصم أي أن يدرك الشهر فيدخل عليه رمضان وهو مقيم صحيح غير معذور فهنا يجب عليه الصوم فليصم وهذا على قول طائفة من أهل العلم نصخ لقوله تعالى في الآية التي قبلها وعلى الذين يطيقونه فذية طعام مسكين على القول بأن المراد بقوله يطيقونه يعني يطيقون الصيام لكن كان على التخير في أول شرع الصوم من شاء صام ومن شاء أفضر وأطعم مسكينا وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم فهنا حتى ما الصوم فمن شهد منكم الشهر فليصمه ولم يرخص للقادرين بالفضر وإنما يجب على الجميع الصيام وكان ذلك من التدريج في فرض هذه العبادة ثم بقيت الرخصة للمريد والمسافر ومن كان مريدا أو على سفر فعدة من أيام أخر المرض الذي يحصل معه مشقة معتبرة غير معتادة بسبب الصوم فالشريعة جاءت بالتوسعة والرحمة والتيسير وكذلك إذا كان الصوم يؤخر البرأ واجب على الإنسان أن يفطر وفي حالة السفر يجوز للإنسان أن يفطر كما يجوز له أن يصوم وإتيان الرخصة أفضل حيث قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه في حالة السفر ذهب أغلب جمهور أهل العلم أنه إذا لم تحصل للإنسان مشقة الصوم مع السفر يجوز له الصيام وإذا حصلت له مشقة وجب عليه الفتر فعدة من أيام أخر لم يحدد وقت قضاء الأيام التي أفطرها الإنسان مفطر في رمضان بالضبط المهم أن يصوم الإنسان قبل مرور الحول أي العام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر تكاريف الإسلام كلها ميسرة لمن يسرها الله عليه ولا يكلفنا الله ما لا نطيق حيث قال عليه الصلاة والسلام الدين يسر ولن يشاد الدين منكم أحد إلا غلبه فأوغلوا فيه برفقه ولتكملوا العدة أي تكملوا صوم شهر رمضان إما في أيامه وإما أن تقضوا ما أفطرتم من رمضان بعد ذلك ولتكبروا الله تكبروه فهو أكبر وأجل وأعظم من كل شيء على ما هداكم هداكم إلى الإيمان والإسلام وجعلكم خير أمة أخرجت للناس ولعلكم تشكرون تشكرون الله على هذه النعم والهدايات التي حرم منها الكثيرون وأعظم نعمة وهي نعمة الإسلام هذا والله أعلم أرجو أن أكون قد وفقت في تفسير هذه الآية المباركة وفي آخر هذا الفيديو أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال أن يعتق رقابنا ورقابكم ورقاب والدينا من النار وأن يبلغنا الله وإياكم ليلة القدر المباركة وإلى فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر